تبدأ الفوضى مرة أخرى ديلان يسير نحو الألم ولا يخاف إنه متأكد من أن ديريا هي التي أختطفته أزاد يحمي ديريا ديلان لم يعد يتحمل ساس ديريا بعد الآن ويصفعها الاستعداد لصفعة عثمانية كبيرة ستشاهد الصفعة من ديلان إلى ديريا مع تنهيدة عميقة بدأ ديلان يصبح أقوى ببطء بعد حصوله على لقب كارابي قد يكون لديه القدرة على أن يصبح رئيس هذه القبيلة سوف يصبح ديلان أقوى تدريجيا ويتحول إلى شخصية لها تأثير على الجميع قريبا جدا عندما ضغط ديريا على ذيله وصل إلى حد الهروب من القصر الآن عندما يرى أن ديلان قد تخلى عنه سيكون أكثر خوفا فقط آزاد يحميه يبدو أيضا أن باران يثق في ديريا في هذه الحالة ستعمل ديريا بشكل مريح سوف تغمره هذه الراحة وسيقوم بخطوة تجعله يتخلى عن نفسه من ناحية أخرى يخبر باران ديلان أنه على حق في أنه تعرض لصدمة شديدة وأنه سيجعل الشخص الذي تسبب في هذه التجربة يدفع ثمنا باهظا تبدو هذه الكلمات عديمة الفائدة لديلان لأنه أوضح أن ديريا هي التي اختطفته لكنه لا يستطيع إطناع أحد بهذا لهذا السبب سيكونون على خلاف مع باران مرة أخرى باران وديلان لديهما دائما الحقيقة الخاصة بهما عندما يصطدمون بجدار عندها يمكنهم العثور على طريق مشترك من ناحية أخرى يواصل باران الإشارة إلى أنه يعرف من فعل هذا بمجرد حصوله على الأدلة ربما سندع ديريا الأسبوع المقبلة يستطيع بول مساعدة ديلان في العثور على الأدلة يمكنه القيام بذلك عن طريق القيام بذلك بهدوء ومخادع ديلان حجزت الغرفة تحزم ديلان أمتعتها وتغادر قائلة إنها لا تريد البقاء في نفس الغرفة مع باران الذي تعتقد أنه لا يصدقه بالطبع لا يستطيع الهروب من قبضة باران بهذه السهولة باران يهتم بسلامة زوجته تبدأ الفوضى مرة أخرى في الزهور هل سمع باران عن المواجهة بين ديريا وديلان؟ هل لن يتخلى ديلان عن ديريا لتجنب أي ضرر لأي شخص؟ يمكنك أيضا التعبير عن آرائك بتعليقاتك أخبار المسلسلات حلقة سينمائية تنتظرنا في زهور الدم تواصل بلد فلاورز خلق العواصف بمشاهد مليئة بالإثارة والرضى الذي ينبض بالقلب كوابيس ديلان تم سجن ديلان لأول مرة في منزل منفصل وأصيب ديلان في رأسه على يد رجل ثم تم اختطافه مما أصاب ديلان بالصدمة نفس الأشياء ستحدث لأي شخص جرب هذه الأشياء لا يستطيع ديلان النوم بشكل صحيح ويصاب بالهذيان باستمرار باران هو الذي أيقظها من كابوسها لكن باران يريد حل هذه المشكلة بالكامل وجعل زوجته كما يقول ذلك تشعر بالأمان وتتمتع بنوم مريح ديريا وفرات يدركان الخطرة وبالطبع تستشعر روز شيئا ما أيضا يدرك باران أن هناك امرأة على المحكي وعندما تسمع ديريا ذلك فإنها تحزم حقيبتها يعرف باران جيدا أنه إذا اكتشف الأمر فلن يتمكن من البقاء في هذا المنزل لأنه سوف يتعرض للعاري لكن ديريا ستخطط لشيء ما بدلا من الهروب من ناحية أخرى تواصل آزاد ضغوطها النفسية وهو الآن يحاول حرفيا وضع مفتاح ربط بين ديلان وباران في المقبرة بغض النظر عما فعله باران فإنه لا يستطيع مساعدة هذه العائلة لماذا لا يقبل أزادي بعض الأشياء ويفكر في سلام منزل الأطفال كم عمركي يا امرأة؟ يجب أن تتصرف بشكل أقل نتجا الآن بعد أن أصبحت كبيرا بما يكفي أدرك ديلان أن ديريا كانت امرأة خطيرة ديريا وديلان وحدهما في القصر علم ديلان أن ديريا كانت تحاول قتله ما هو المسار الذي ستتبعه ديريا الآن؟ ما هو المسار الخاطئ الذي ستختاره ديريا هذه المرة؟ لأنها ترتكب الأخطاء باستمرار هل سيسمع باران بينما يتحدث الاثنان؟ ديلان يقرر التحدث إلى أزاد ديلان الذي كان منزعجا جدا من السلوك الذي تعرض له والده لديه الفرصة للتحدث مع أزاد حتى لو كان سيئا تفاجأ باران تماما عندما رأى ديلان يغادر غرفة جدته يبدو أن حسن لن يحدث فهو ينوي جعل كودريت سيئا بطريقته الخاصة إنه يفكر في إضافة أدويته الخاصة إلى الأدوية التي سيصفها له بالطبع من خلال القيام بذلك سيترك وراءه أدلة تشير إلى أن الشخص الذي يريد إيذاء كودريت موجود في القصر اتخذ باران وديلان خطوات تجاه بعضهم البعض ويعتزمان الاستمرار في ذلك يشمر باران عن سواعده ويدخل المطبخ من أجل ديلان الذي طرده أزاد من المطبخ باران وديلان في المطبخ وسنحظى بمتعة كبيرة عند مشاهدة هذه المشاهد حيث سيزداد التواصل بين الاثنين التفاصيل قيمة للغاية بينما يريد ديلان مساعدة باران فإنه يأخذ السكين من يده يقول باران لا تأخذها مني وبحسب بعض المعتقدات فإن أخذ سكين من يد شخص ما يدل على قتال غاضب لذلك نرى أن باران ليس لديه أي نية للغضب من ديلان دعونا نرى ما سيحدث على هذه الطاولة حيث تجتمع العائلة معا والتي أعدها باران وديلان لقد دخلنا الآن في عملية بناءة بين ديلان وباران على الرغم من أن هذه المواقف الصعبة التي يواجهها ديلان وباران يبدو أنها تفرق بينهما إلا أنها تلعب دورا موحدا منذ البداية سيجد باران وديلان الحقيقة في أخطائهما ويمضيان قدما في هذه العمليات لم يتعرض باران للضرب من قبل والدي ديلان وكان منزعجا من اعتقاد ديلان بذلك واجه باران ديلان وطلب منه إطلاق النار عليه ووضع حد لهذه الحادثة فكر ديلان في كيفية وصوله إلى هذا الموقف السخيف واستجمع قواه لقد اعتقدت أن باران كان يتصرف بصعوبة بالغة وقررت اتخاذ خطوة انتجاهه قال ديلان أن حياته تتكون فقط من هذه الغرفة الصغيرة في هذا القصر الضخم وأنه وضع باران في تلك الحياة رحبت ديلان بباران في حياتها الصغيرة بينما تختفي غيرة باران وانزعجه بشأن ديلان أدرك ديلان أيضا أنه يثق في باران ديلان تبكي ومن خلال العمل معا يحققون ذلك في كل مرة ماذا يعني أن يضرب والده كم عدد الأماكن الأخرى التي سيصاب فيها ديلان ديلان يدعو للحساب يطلب ديلان من الجميع من أزاد وباران والجميع محاسنين